لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد في البداية اخواني الكرام الذي ارجوه هو نشر وتوزيع هذه الفيديوهات التي لا نريد منها شيئا سوى نشر المعلومة الصحيحة وتعليم الناس وتدريبهم على العقلانية والنقاش وتبادل الافكار هذا الذي نريد كنت بالامس يوم ثلاثاء تسعة وعشرين ديسمبر الفين وعشرين صباحا اعلنت عن خبر عودة الرأس وهو الذي تأكد بالفعل النساء وبناء عن مصادر مطلعة وقلت في الفيديو الذي نشرته انه هذه المصادر لم نعهد منها المعلومات غير الصحيحة افادتني مصادر لم نعهد منها الكذب او الخوض في امور غير صحيحة ان الرئيس عبد المجيد تبون سيعود هذا اليوم الثلاثاء تسعة وعشرين ديسمبر الفين وعشرين الى الجزائر بعد رحلة دامت نحو شهرين من العلاج في الخاي ومنذ ثلاثة اكتوبر لم يظهر ايضا الرئيس الى غاية اليوم حيث وصلتنا اخبار كما ذكرنا ان الرئيس سيعود هذا اليوم كيف سيعود الرئيس وكيف سيظهر لا نملك اي معلومات ترى هل الرئيس سيستقبل رسميا في المطار وتقام له استقبالات رسمية اعتقد بانه هذا الذي قيل بانه من الممكن ان يحدث ولكن هذه الجهات لم تجزم بشيء لكنها اكدت ان الرئيس سيعود اليوم الى ارض الوطن الان الساعة الحادية عشر وعشرين دقيقة من صباح يوم الثلاثاء تسعة وعشرين ديسمبر الفين وعشرين حيث نقوم بتسجيل هذه الحلقة والتي سنبثها بعد تحميلها وتركيبها نؤكد على انه هذه هي المعلومات التي وصلتنا ننتظر لاحقا كيف سيظهر الرئيس حتى نتحدث عن المرحلة القادمة وما يجب ان يكون في ظل ما عرفته الدولة الجزائرية وما عرفه المسار من انقلاب صار واضحا وكنت دائما اتحدث من قبل ان السلطات لم تعد الرئيس بسبب لأسباب ان الوضع الصحي ليس على ما يرام وانهم ربما اجلوه كي يرجع وهو يمشي على رجليه وانا اقول لكم من حيث الوجه العام انهم سارعوا بادخال الرئيس وعدم اظهاره وهو يمشي على رجليه بسبب قانون المالية الذي يجب ان يوقعه قبل نهاية السلطة لما نشرنا الخبر كذبونا كذبنا الكثيرون وهناك من اراد ان يضرب المصدقية ويقول كنت تقول بان الرئيس ما وما الى ذلك من الدعايات الفارغة بعد ذلك وصل الحال الى نشر صورة والتي تشاهدونها والاشيادة بها بعودة الرئيس والغوغاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي تتداولها من دون ادنى بح يا اخي الفضاء مفتوح علم نفسك انك تبحث عن المعلومة الصحيحة علم نفسك انك تخدم دماغك وتوصل للحق وحدك ما تحتاجش الناس يوجهوك تجيب صورة هذه وتقول بان الرئيس ها هو رجعوا موتوا بغيذكم ايها ايها مش نعارف واشو والسب انتع الناس اللي كانوا يتحدثوا في معلومات اخرى هذه الصورة اخذت في يوم 20 جنوبي لما عاد الرئيس من المانيا بالفعل بداية اعدى منذ قليل الى ارض الوطن رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون بعد مشاركته في اشغال الندوة الدولية حول الازمة الليبية ببرلين كان ذلك بعد مشارك في منتدى برلين حول ليبيا ولاحظنا البارحة ان نشرة الثامنة تأخرت ست دقائق والفيديو الذي تم بثه اعدى بعناية فائقة لماذا لم يظهر الرئيس وهو ينزل من الطائرة سؤال دارك النار في الهشيم في شبكات التواصل ولا نملك الجواب النهائي لكن نملك قراء اما ان الرئيس عاد على كرسي متحرك او ان الرئيس جاء يمشي على عكاس او ان الرئيس رفدينه زوج حاكمينه ويمشو فيه هذه الاحتمالات الممكن او ان الرئيس عاد يمشي على رجليه بصريقة صعبة ولم يظهره نبدأ نقرأ نبدأ من الاخير انه يمشي على رجليه ولم يظهره ليست مشكلة ان يظهر هكذا مدامة رجله اليمنى فيها ما يثبت ان الرئيس دار عملية جراحية او تعرض الى كسر او تعرض الى شيء ما واضح امر اخر انه يعتمد على شخصين ربما ستفتح التأويلات ستفتح كذا انا استبعدها الارجح ان الرئيس عاد على كرسي متحرك ولماذا تفادت السلطات اظهاره لانه هذا الكلام دار كثير عبر شبكات التواصل الاجتماعي وانني انا شخصيا قلت من المحتمل ان السلطات تفادت اعادة الرئيس حتى لا تظهره على كرسي متحرك كي لا يعيد الى المخيان الجزائري عودة بوتفليقة ويرسخ ان الرئيس عاجز عن ممارسة الهام اذا ظهر من قبل في 13 ديسمبر 2020 وفي ذلك الفيديو على عبر شبكات التواصل الاجتماعي وهو جالس وظهر ايضا عند عودته وهو جالس ورجله اليمنى في هالشيء ما ترى هل كورونا تؤدي الى هذا 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 سؤال ترحوه ولكن انا اجزم لكم ان الرئيس اصيب بكورونا نعم اصيب بكورونا ترى هل حدثت له مضاعفات اخرى وصلت الى الامر الى الجلطة مستل رجله واجرى عملية جراحية في رجله او شيء من هذا القبيل كلها تساؤلات مطروحة وخلت الناس تشك حتى في كورونا هناك بعض الممارسات التي حدثت وخلت الناس تشكك في كورونا بل ان الشك بلغ مداه بصورة الرئيس وهو راجع شوفوا امرها اخر ظهور للرئيس تبون قبل اصابته بفيروس كورونا كان يوم 15 اكتوبر واجتمع بذلك اليوم واستقبل وزير الخارجية الفرنسي بعد ذلك الـ 15 اختفى تأجل مجلس الوزراء الذي كان سينعقد يوم 18 اكتوبر يعني ثلاثة ايام في 24 اعلنوا انه دخل بسبب اصابات اصابات تعرض لها مسؤولون في الحكومة والرئاس لم نسمع ان مسؤولا او وزيرا اعلن الحجر الصحي بعدما التقى مع الرئيس وهو الطبيعي لما اصيب ماكرون الناس اللي التقاهم ومنهم وزير الاول وغيره دخلوا في حجر صحي مباشرة لانهم التقوا بالرئيس والرئيس في فيروس لم نسمع هذا لم نسمع الوزير الاول وهو الذي يلتقي بالرئيس انه دخل في حجر صحي وهذا تساؤل طرحته منذ البداية نقول ربما دخلوا ولم يتكلموا عن ذلك اعلاميا وزير الخارجي الفرنسي لم يعلن شيئا وأعتقد انه الوزير الوزير الفرنسي لو دخل في حجر صحي لا اعلنوه بسبب لقائه مع رئيس الجزائري الذي اصيب بكورونا سؤال ترى لم يحدث هذا نقول ربما حدث وتم التعتيم عليه اعلاميا خاصة ان السلطات الجزائرية لم تعترف رسميا ان اصابت رئيس الجمهورية بكورونا الا بعد فطر الا بعد فطر وهو في المان لم تخبر الجزائريين باصابت قالت في البيان الاول انها حجر صحي طوعي انها توسي من الاطباء انه يمارس مهامه يتواصل مع المسؤولين وما الى ذلك وبعد ذلك لم يظهر شيئا نترك هذا جانبا خليها علامات استفهام ستجيب عليها المرحلة القادمة وهذا يا اخوان لا يعني انني اشكك في اصابة الرئيس تابون بكورونا الرئيس اصيب بكورونا واصيب قبل التاريخ اي قبل 24 اكتوبر 2020 الذي اعلنت فيه رئاسة الجمهورية واعلنت تابون اصلا على حسابه في تويتر بانه في حجر صحي طوعي بسبب اصابات طالت مسؤولين سامين في الحكومة والرئاسة لا اشك في هذا لكن تداعيات وما ترتب هذا وضعت عليه علامة استفام ظهور الرئيس ورجل اليمنى مصاب ترى ماذا حدث ما هي التداعيات انا سألت اطباء قالوا ممكن انه كورونا تؤدي حتى الى جلطة وجلطة تؤدي الى اشياء اخرى نخلي المختصين في هذا المجال يتحدث لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله